حضية المغرب بشرف تنظيم تظاهر من حجم كبير تعلق بتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب الإسبانيا والبرتوال أول سؤال نطرحه في البداية تعلق بتكلفة المالية التي سيوفرها المغرب لتنظيم هذه التظاهر الرياضية الكبيرة مرحباً هو الاستضافة من الكأس العالم فهو تظاهر كونية كبيرة جداً لا نريدها غير من الزاوية الرياضية نريدها من الزاوية مختلفة وهذه الواجهات المختلفة هي التي تعطيها هذا الحجم المبالغ المالية الكبيرة التي تصرفها الدول المستضيفة وعلى سبيل المثال فالمغرب اليوم بالإضافة الإسبانيا والبرتوال خصوح هذه الميزانية عامة تقدر بأكثر من 15 مليار دولار الحصة المغرب فيها تعادل 52 مليار دولار يعني هذه الميزانية الكبيرة فهي المرصودة للاستضافة لتظاهرة كونية من هذا الحجم من أين سيوفر المغرب هذه الميزانية الكبيرة؟ ما هي العائدات أو الموارد؟ من سيتكلف بتوفير هذه الميزانية؟ هي جرت لعداء أن البلدات التي تحتضن مثل هذه التظاهرات فالدولة لا تقدر بوحدها أنها توفر الغلاف المالي المرصود وكتستاعن بالشركات العمومية التي هناك في التراب وكتلجأ الإعانات ومساعدات وعلى سبيل المثال المغرب فالميزانية دولة بوحدها فتقدر بـ 25 مليار درهم بالإضافة للشركات العمومية والمؤسسة العمومية التي ستساهم بما يقارب 17 مليار درهم وتبقى العشرة ديال المليار درهم ستكون على شكل مساعدات مالية من الدول التي هي صديقة ديال المغرب نعم في هذا الجانب نتحدث عن التكلفة المالية ولكن أيضا هناك عائدات ماذا سيستفيد المغرب في هذا الجانب؟ إذا كان سيصرف هذا الحجم الكبير من الأموال فماذا سيستفيد؟ طبيعة الحال ما ديش يمكن المغرب ينضموح التضارة وما غير يستفيد دوله هي الاستفادة يعني ممكن نقسمها الجوج ديال المحاول كي ينستفادة مباشرة وكي ينستفادات غير مباشرة حسب أحد الدراسات اللي هي غيسونت الدراسات اللي هي يعني آنية اللي هي ديال صوجيك كابيتال اللي تابع البنك ديال الشركة العامة في المغرب قدرت على أنه المغرب غير يربح ما يعادي المية وعشرين مليار ديال الدرهم فقط في قطاع السياحة واللي كان عرفه القطاع ديال السياحة فهو واحد القطاع كبير يعني فيه النقل فيه الفنادق في التنقل في الاتصالات الاخرية الاخرية وكذلك كان واحد الربح أو العائدات اقتصادية ومالية على المستوى ذي البنايات والجهيزات والأشغال العمومية ما يعادل لعشرين مليار ديال الدرهم وهذه مبالغ مالية غاية في الأهمية يعني غادي تكون في 2030 وما بعد هناك من يتحدث هل هناك مساهمة للفيفا؟ هل الفيفا تدعم الدول المنظمة لتأتي التظاهرات؟ وكيف يتم ذلك؟ قبل أن نجبك على هذا السؤال كينا عادة تحتاج إلى المستوى البنكي وعلى المستوى للاتصالات والمواصلات فيعني هذه تكون واحد تنمية شاملة للدول المغربية هذا الذي نستطيع أن أقول لك على المستوى السؤال الذي طرحته لي هو جرات العادة أن الفيفا باعتبارها جامعة دولية تعنى بتنمية وتطوير وتدبير كرة القدم هي ما تعطيك غلاف مالي بالعكس هي تطلب منك الاتزامات وكتطلب منك ضمانات مالية ترصدها وتحطها لتأخذ تدبير هذا التدهر الرياضي للكوبا ومبعد أنها عادة تقدر للفيفا أنها تقاصم معك الأرباح على المستوى دي للبت حقوق البت وعلى المستوى دي للإستشهار إلى آخره إلى آخره وبتالي الفيفا لا تعطي أموال للبلد الذي سيستضيف بالعكس البلد يجب أن يعطي واحدة صورة إيجابية ويجب أن يستحق ويجب أن يكون عنده شرعية على المستوى دي للتوفير للجهيزات والبنيات سيكون أموالها وبالرياضة وهنا هذه تطرح وحد الموضوع للنقاج هو أن المغرب يعني ما ماشي غير جو أخذ هذا الشرف دي للتنظيم كأس العالم نعم هنا في المصار اللي بغيت نوصوله هو ما المصار الذي قطعه المغرب ليصل إلى هذه المحطة وهي محطة مئوية لكأس العالم أكيد أنه قطع كانت تجارب كثيرة طبعا يعني يمكن أن تتحدث لنا عن هذا المصار مرحبا هو المغرب عنده قصة قصة كبيرة مع الموضوع دي للحتيضان كأس العالم ونبدأ معك تاريخيا هو من تمانينيات القرض الماضي سنة 1988 بعدما المغرب تأهل الدور الثاني دي للنظيم دي للأفل 1986 المرحوم الوزير عبدالطيف السبلالي اقترح على الحسن الثاني أنه المغرب ينظم هذه التظاهرة ووجهت بالقبول وترجم بوضع الملف 1994 هذا الملف تحط طبيعة الحال فشلنا فيه لأسباب موضوعية وأسباب وكانت أنا أسباب موضوعية وكانت ذلك الساعات أنظمة فرنسا عاود المغرب يعني حط الملف سنة 1998 وفشل فيه وكان ذلك الساعات دت فرنسا هي اللي انظمة سنة 2006 وفشل وانظمة ألمانيا وسنة ألف 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 وكان خاصة دمو المغرب نظرا لأنه هو الذي كان يستحق ولكن النتاج التلاعبات مالية وهذا هضر عليه الإعلام الدولي وخصوصا البي بي سي البريطانية التي أقرت بأن المغرب سنة 2010 كان خاصة دم كأس العالم نتاج التلاعبات تعطلت لهم بإفريقيا وبالتالي المغرب فشل في هذه الدورة ووضع المغرب سنة 2026 ووضع المغرب سنة 2026 ودات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك تنظيم التلاتي اليوم السفينة تنظيم كأس العالم حطت في المغرب هذه السفينة محطت شعبتان حطت نتاج الدينامية رياضية وديبلوماسية وسياسية واقتصادية بينها المغرب وليجعلته أنه يكون بلد يستحق الاستضافة تدهور الرياضية الدولية المغرب اليوم ينعلم المستوى الرياضي لأنه حاضر لأنه اليوم هو أول فارق عربي وافريقي يوصل لنصف النهي دي الكاس العالم أو البلد الافريقي ينضم دورات بطولة الافريقية للسيدات عنده حضور على المستوى الافريقية دي الكرة القدم على المستوى الديبلوماسي بلد عنده رؤية وعلاقة طيبة مع جميع الدول هنا أستاذ سأقاطعك في هذه النقطة هل سيلتزم المغرب بتفاطر تحملات الشيفا في هذا الوقت الواجهي تقريبا 6 سنوات ونعرف أن هذا يتطلب عملا بنيويا قاعديا من أجل توفير ملاعب بمواصفات التي تحددها الفيفا هل اليوم المغرب سيلتزم في هذا الظرف الواجهي تقريبا 6 سنوات في تهيئة شاملة وتوفير جميع الظروف التي نعرف أنها في كأس العالم تكون صارمة اليوم المغرب يعني كنت نقوله في الدريجة نايد مصمر على دراعه وخدمت هي الظروف المواتية اليوم المركب مولاي عبدالله يعني ستهدم وتبنى من جديد ونعطيك القيمة المرصودة لبناء ما يفوق 600 مليار سنتيم فقط المركب مولاي عبدالله هذا دليل على أن المغرب يعني عنده في توفير الظروف المواتية اليوم المغرب عنده أربعا هذه الملاعب قابلة لإحتضان التضاورات وكانت بنات يعني كنا نبغنين وجدوها الدورة 2010 والتي هي مركب طانجة ومراكش وأقادير والرباط مراكش وأقادير وطانجة ودير ودير الدرل ودير الدرل بالإضافة للمركب منعبدالله كي الملعب الفاس ممكن أنه تكون فيها تضاورات لأنه توا مركب غايف الأهمية هو إلى التزم بدفتر التحملات فأنا ستحقق تنمية ولأ حقق تنمية فأنا كانت تزم بدفتر التحملات لأن الغاية وهو توفير الظروف المناسبة والملائمة لأحتي ضد تلك التظاهرة لأنك ما كان عرف فيها سياحة فيها اعتبارات أمنية فيها رياضة يعني أن كل فريق خصو ملاعب في أنه يتمرن يعني أن خصو ملاعب ستكون مجاورة للملعب الرئيسي أكثر من عشرات الملاعب وبالتالي المغرب يعني أنا حسب مجموعة دي اللقاءات مع مسؤولين مغاربة في مستوى رفيع في المغرب تأكدوا على أنه المغرب يعني ملتازم وغد يلتازم وغينجح في توفير الظروف المواتية الحتضان يعني كأس الإعلان دي لسنة 2003 نعم السؤال أخير مرتبط بالأثر الذي يمكن هذه التظاهرة خاصة يعني في الكرة القدم الوطنية تنظيم كأس إفريقيا تنظيم كأس العالم من أثر وكيف يمكن لتنظيم هذه التظاهرات سواء القرية والدولية أن تساهم في إنعاش الرياضة الوطنية قبل ما نجاوبك إلى السؤال كنت بغيت نقول لك بل أنه هذه الدورة دي لسنة 2030 هي دورة ستتنائية وفيها واحد الانتياز لأنه كما كان عرفو هذه الدورة ستتنظم في إطار ما يسمى بمئوية كرة الاحتفال بالمئوية لتنظيم كأس العالم الذي بدأت سنة 1930 بالأوروغواي وهذا الستتنائي تتجل كذلك في أن أول مرة كأس العالم ستتنظم في ثلاثة القارات مختلفة وفي آن واحد وبالتالي ستكون الحضور المغرب سيكون على المستوى الدولي ستكون حضور ديبلوماسي وحضور رمزي وإلى آخر وإلى آخر وبالتالي تنظيم هذا فهو ستتنائي تطلب تضافر الجهود كما قلنا لأن المباراية الثلاثة الافتتاحية ستتقان في الأوروغواي والباراقواي والأرجنتين هذه المياه وواحد المباراة التي ستقسم على البلدان الثلاثة التي هي معنية بالاحتضاء هذا لأن المغرب يقول أن المغرب والحلقة أضعف الدول الأخيرة ولكن لا بالعكس فالمغرب سيكون حاضر بقوة ورمز الإفريقيا وإلى الامتداد الإفريقي سيكون وكي القرب لأن المغرب قريب لإسبانيا بورتوغا 14 كيلومتر سيكون أقرب من أنك تمشي من دار البيضاء للريبط وبالتالي هذه الأمور غاية في الأهمية بالإضافة المتداد للعالم العربي فهذه مسائل مهمة خصنا نشوفهم كدولة مغربية ونشوفهم كمغاربة أنه واحد الامتداد كبير جيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر